السلام عليكم أعزائي الطلبي أعطيكم العافية جميعا طلاب التاسع معكم أنس خليل من مرصة دراستك التعليمي اليوم يا حبيب رح نهتعان الدرس الثاني اللي هو العمليات على المقادير الجذرية طب شو يعني عمليات يعني العمليات تسويها مستشفى لا لا مش هيك المقصود فيها العمليات الحسابية زي جمع طرح ضرب قسمة مقادير جذرية يعني المقادير هاي تحتوي على جذور ممكن تكون جذور زوجية زي الجذر التربيعي ممكن تكون الجذور دليلها فردي زي الجذر التكعيبي أول فكرة بدنا نحكي فيها بدرس اليوم اللي هي كيف بدي أبسط هاي المقادير الجذرية أبسطها يعني أحطها ببسطة وأبيع لا أكيد مش هيك أبسطها يعني أوجدها بأبسط صورة أبسط إيش أبسط صورة شو أبسط بكتشر إيش بتيالي أنا أبسط هاي أبسط صورة طيب الفكرة الثانية بدنا نتعلم كيف نعمل العمليات الحسابية على جذور زي الجمع طرح ضرب قسمي طبعا جذور جذر تربيعي تكعيبي جذر رابع خامس اللي بدك يا بدنا نتعلم اليوم نبدأ بالتبسط اللي هي في عندي خاصيتين هم هم توزيع هاي الخاصيتين هذول ما رح أحكي فيهم كرموز لا بدي أحكي فيهم كأرقام وأفهمك إياهم كأرقام كأعداد لهي توزيع الجذر سواء كان زوجي أو فردي على عملية الضرق يعني مثلا كان عندك الجذر التربيعي لل ثلاث ضرب خمس هذا الجذر بقدر إني أوزعه ليش لأنه في عندي عملية ضرب عملية الضرب بتسمح بتوزيع الجذر فبصير الجذر التربيعي للثلاث ضرب الجذر التربيعي للخمس هذا في حال إيش كانوا العددين لما يصيروا كل واحد لحال تحت الجذر موجبات هاي الثلاثة موجبة الخمسة موجبة بهاي الحالة بقدر أوزعه أما لو كان عندك الجذر التربيعي للسالب ثلاث ضرب الجذر التربيعي للسالب خمسة هون ممنوع إني أوزع السبب لأنه حتصيري جذر التربيعي للسالب ثلاث ضرب الجذر التربيعي للسالب خمسة بهاي الحالة ما بكون عندي قيمة حقيقية أو في عندي قيمة للأعداد الحقيقية للجذر التربيعي هنا فبتكون هاي القيمة نعتبرها قيمة غير معرفة على الأعداد الحقيقية فبالتالي ما بقدر أوزع لما يكون الأعداد تحت الجذر التربيعي أو الجذر الزوجي نحن عم نحكي عن الجذر الزوجي بقدر أوزعه بشرط لما يتوزع يكون ما تحته موجب أو صفر طيب هذا بالنسبة لموضوع الجذر الزوجي زي الجذر التربيعي الجذر الرابع الجذر السادس لو كان جذر فردي جذر التكعيبي للسالب 2 ضرب 8 أستاذ بصيرش توزع لأنه جذر التكعيبي بصير تحته سالب بقولك لا بصير توزع الجذر الفردي عادي لو وزعته على عدد سالب ما في أي مشكلة الفكرة عندي ضرب وزع الجذر عندي ضرب وزع الجذر بس خلي ببالك إذا كان الززر إذا كان الجذر زوجي بديك تنتبه أنه ما تحت الجذر موجب أو صفر طيب هذا بالنسبة لتوزيع الجذور هذا بالنسبة لتوزيع الجذور بس قبل ما أحكي عن الفكرة اللي بعدها أو أحكي ليش نحنا أصلاً عم نستخدم التوزيع بدي أعمل شغلة كتير مهمة مثل ما أنتوا شايفين أنا اليوم لابس بسكم لأني فاجع شو فبدنا نشغل المكيف ناسينين نشغل المكيف ما بنمسك إيش الريموت كونترول ومنشغل المكيف شغلنا المكيف يا ربي بورد بسرعة المهم شغلنا المكيف وبدي أحكي ليش نحنا عم نستخدم هذا الحكي مثلاً على سبيل المثال إيجاك الجذر التربيعي للاثنين وثلاثين أستاذ هاي شو علاقتها بتوزيع الجذور شوف شو علاقتها أو ليش رح تستخدم فيها توزيع الجذور في عندك جذر تربيعي للاثنين وثلاثين ما فيه طب كيف بدي أبسطها أنا ما بقدر أطلع قيمة لعدد صحيح للجذر اللي أمامي ما في عدد صحيح بضربه بنفسه بيعطيني اثنين وثلاثين فلازم أبسط فشو بعمل عشان أبسط بسأل حالي شو هم العددين اللي بضروبهم ببعض بطلع الجواب اثنين وثلاثين ما تحت الجذر فأنا بدي أفكر بعددين أضروبهم ببعض يطلع الناتج اثنين وثلاثين حتقول لي تحلل ما تحت الجذر لحاصل ضرب عددين لازم واحد منهم يكون إلو إيش جذر تربيعي عشان يتبسط عشان يتصير قيمته عدد صحيح يعني بشيل لاثنين وثلاثين وبحط محلها ستعش ضرب اثنين هسه بوزع الجذر بتصير جذر الستعش ضرب جذر الاثنين جذر الستعش كم ما هو العدد الذي نضربه في نفسه بطلع الجواب ستعش أربعة جذر اثنين بتنزم فأربعة جذر الاثنين هاي هي قيمة الجذر التربيع الاثنين وثلاثين في أبسط صورة هون منستخدم التوزيع هون بفيدنا التوزيع للتبسيط طبعا التوزيع والضرب في حدا هيكي لي طب أستاذ بصير أوزع القسمة آه بصير طب بصير أوزع الجمع لا بصير أوزع الطرح لا آه إذن بي مرات تصير التوزيع للجذر ومراك لا يعني جذر الاثنين ضرب تلاث بقدر أحكي إنها جذر الاثنين ضرب جذر التلاث سواء تربيعي تكعيبي إلى آخر جذر الاثنين على تلاث بقدر أحكي إنها بتساوي جذر الاثنين على جذر التلاث حد جذر لاثنين زائد تلاث ممنوع أحكي جذر الاثنين زائد جذر التلاث أوعى بليز لا توزع الجذر على الجمع أو على الطرح جذر الاثنين ناقص تلاث لا توزعها وتحكي جذر الاثنين ناقص جذر التلاث هذا الحكي إيش؟ خاطئ التوزيع بس بصير على الضرب والقسمة فقط طيب هذا بالنسبة لموضوع التوزيع لأ في عندي كمان فكرة اللي هي إذا كان عندي القص على اللي تحت الجذر هو نفسه دليل الجذر كيف يعني؟ مثلا وين القلم؟ هاي القلم مثلا عندك هون حكيت لك الجذر التربيعي للإكس تربيع القص للي تحت الجذر تربيعي والجذر نفسه برضو إيش؟ تربيعي لأنه هون دليل الجذر اتنين بس نحن بالرياضيات ما بنكتبها طب بهاي الحالة شو بنعمل؟ لما يكون عندي هذا الحكي إذا كان الجذر زوجي والدليل نفسه القص للي تحت الجذر وكان زوجي بحكي بتساوي القيمة المطلقة للي ما تحت الجذر طيب وين راح القص وين راح الجذر التربيعي؟ روحوا بعض الجذر التربيعي والقص روحوا بعض بس إيش؟ لأنه زوجي لازم أحط القيمة المطلقة طيب كمان مرة الجذر الرابع للإكس قص أربعة نفس المبدأ بروحوا بعض الجذر مع القص والإكس بتكون جوه القيمة المطلقة هذا لو كان إيش؟ لو كان يا سيد العزيز يا محترم يا لزيز لو كان عندي جذر زوجي طيب لو كان جذر فردي زي الجذر التكعيبي للإكس تكعيبي بهاي الحالة شو من أعمل؟ بس الجذر بروح القص وبتطلع الإكس لحالها طيب لو كان الجذر الخامس للإكس قص خمسة نفس المبدأ طول ما الجذر فردي فيش داعي أحط إني فيش داعي أحط إني فيش داعي إني أحط القيمة المطلقة فالجذر بروح القص تضضلها الإكس لحالها إذن لما يكون زوجي والقص هو نفسه دليل للجذر بحط قيمة مطلقة وبروحوا بعض أما إذا كان فردي بروحوا بعض وخلص فيش داعي للقيمة المطلقة فهي هي الفكرة اللي بيحكي عنها بالقاعدة اللي هون طيب نشوف تفصيل صغير على هاي الفكرة اللي هو عندي المقادير الآكية مثلا هون عندك الجذر التربيعي للإكس تربيع حكيمة الجذر والقص روحوا بعض ضلت الإكس تحت القيمة المطلقة لأنه زوجي مين هو الزوجي الجذر لأنه الجذر نفسه دليل زوجي يعني العدد اللي هون زوجي اللي هو 2 بس حكينا ما نكتوبها بالجذر التربيعي هون كيف الجذر التربيعي للإكس قس 4 بتساوي إكس قس 2؟ شو السحر هذا؟ شوف علي تفقنا أنه دايماً اللي تحت الجذر إيش نعمل فيه نحلله لحاصل ضرب عناصر معينة فإكس قس 4 شو هي؟ هي جذر الإكس قس 2 في إكس قس 2 فالجذر التربيعي بتوزع صار جذر التربيعي للإكس تربيع في الجذر التربيعي للإكس تربيع وهي اللون الأحمر هاي شو بتصير؟ هاي بتصير القيمة المطلقة لإكس ضرب هاي القيمة المطلقة لإكس طب القيمة المطلقة لإكس في حالها اللي هي نفسها مين؟ القيمة المطلقة للإكس تربيع طبعاً بتقدر تحب تربيع فوق أو على الإكس أو لكل الاقتران كامل هلأ فيه شغلة هدي أحكي لك إياها طب هون حطي لي إكس تربيع أنا حطيت القيمة المطلقة للإكس تربيع وين الفكرة؟ الفكرة هي شو الهدف من القيمة المطلقة؟ إنه ما داخلها يكون دايماً إشارته موجبة صح؟ صح طب ما فيه تربيع التربيع شو بعمل؟ لما أضرب عدد بنفسه سواء كانت إشارته سالبة أو موجبة سالب ضرب سالب موجبة موجبة ضرب موجبة موجبة فالتربيع شو بعمل؟ برضو بخلي القيمة موجبة إذن القيمة المطلقة هون ملهاش داعي لأن التربيع عمل واجبه زيادة فالقيمة المطلقة هون لما تكون مع أس زوجي بشيلها ملهاش داعي القيمة المطلقة مع أس زوجي ملهاش داعي فبدنا نكتب عليها قاعدة القيمة المطلقة مع أس زوجي ملهاش داعي يعني إيش؟ بطلع الأكس مع الأس الزوجي تبعه لأن الأس الزوجي خلها تخلى ما أو خلى قيمة الأكس أو أي قيمة تحتيت ظلها موجبة على طول دايماً هيك تعمل الأس الزوجي فالقيمة المطلقة ما لها داعي طيب لا بلاش محاهاي هاي مثلا الجذر الرابع لأكس قصة 12 جذر رابع هلأ مش الأسس في الضرب تجمع طب لو بدي أعملها حركة عكسية يعني الأكس قصة 12 بدي أخليها عبارة عن إكسات صغار مضربين ببعض أسسهم مجموعة حاصل جمع هاي الأسس يكونوا 12 شو بعمل وبنفس الوقت بدي يكون فيه إكس قصة 4 بالموضوع 12 معناها إكس قصة 4 في إكس قصة 4 في إكس قصة 4 مش أربع زاد أربع زاد أربع بتساوي 12 مش الأسس في الضرب تجمع فأنا عملت العكس حللتها على شكل أسس ودليل الجذر هون أربعة ليش اخترت أنه يكون إكس قصة 4 في إكس قصة 4 في إكس قصة 4 لأنه دليل الجذر أربع شان يروحوا بعض بعد ما أوزع أما لو كان دليل الجذر ثلاث بحط إكس قصة 3 في إكس قصة 3 في إكس قصة 3 في إكس قصة 3 أربعة حكينا الجذر شو بعمل بالإكس إذا كانوا زي بعض بروحوا بعض ولما يكون زوجي بصير في قيمة مطلقة للإكس في قيمة مطلقة للإكس في قيمة مطلقة للإكس إكس في إكس في إكس إكس تكعيد وما بنسى أنه في قيمة مطلقة بالنهاية طب ليش ما شلت القيمة المطلقة هسه وخلاها لأنه الأس فردي فبستنتج قاعدة إذا كان عندي قيمة مطلقة لإكس أس فردي بتظلها موجودة تبقى القيمة المطلقة موجودة فخليها برضو إيش بتطاسة خليها بتطاسة طيب هون هاي خفيفة لطيفة لذيذة ضريفة هاي بتحكيلي الجذر السادس لإكس ماقص خمسة الكله الستة أستاذ دايما لازم تكون إكس لحالها وعليها أس لا مو شرط ممكن يكون مقدار جبري في جمع وطرح ما في أي مشكلة هذا المقدار الجبري اللي هو الأكس ناقص خمسة كلهم أس ستة فالجذر السادس مع الأس ستة روحوا بعض شو ضل عندي أكس ناقص خمسة وليش حطيت قيمة مطلقة لأنه الأس والدليل للجذر زوجي تمام تمام طيب اللي بدي إياه منك قبل ما نشوف هذا السؤال كل القواعد اللي حكيناها أي قاعدة حكيناها وعممناها قبل شو تعمل تمسك ورقة بيضة وتبلش تدونهم قاعدة ورقاعدة قاعدة ورقاعدة ما بتخلص الوحدة معك إلا أنت عندك عدة قواعد فبتكون حصرتهم بورقة وصورت تستخدمهم عند الحاجة لما تيجي تحل بترتب أفكارك والله الرياضيات ترتيب أفكار مش أكثر ترتيب أفكار ترتيب حل حل وتمرين للإيد بس يعني خلينا نحكي خمسة بالمية عشرة بالمية ذكاء توفيق من ربنا دايما أكيد بس بدك أنت تسعة ولا تسعة ورشرة تسعة بدك تسعة يعني بدك تحاول بدك تتعب ضروري والله فزي ما قلت لك جيب ورقة وأي قاعدة مناخدها دونها على هي ورقة نقيس على بقية الدروس طيب بحكي لي أكتب كل مما يأتي في أبسط صورة شو يعني أبسط صورة المقصود فيها أني بدي أغير شكل السؤال اللي أماني بحيث في عندي هون جذور يعني إذا في أعداد بقدر أطلع لها جذر تربيه جذر تكعيبي جذر سادس جذر سابع بطلع إذا في توزيع بقدر أعمله على الضرب بوزع إذا في توزيع على القسمة بس ناخد كمان شوي بوزع ف تبسيط يعني بدك تستغل كل قاعدة حكينا فيها بإنك تستخدمها وتطلع من خلالها جواب مبسط مثلا نشوف أول إشي عندي الجذر التربيع إلى 12 في X تكعيب في Y تربيع لما X أكبر من صفر الغرض منه حكالي X أكبر من صفر لأنه بتعرف جذر تربيعي لازم اللي بتحتيها يكون موجب أو صفر هو ريحني بقول لي موجب الـ X موجبة حلو طب ليش ما جاب سيرة الـ Y وحكالي كمان Y أكبر من صفر الـ Y شو عليها عليها تربيع لما يكون القس زوجي خلص أكيد 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 موجب أكيد أكبر من صفر لشان هيك ما جاب سيرة الـ Y بس جاب سيرة الـ X لأنه إيش هو مفترض أنه أنا على طول لازم أعرف أنه لما يكون في عندي قس زوجي على متغير معناها أنه هذا المتغير خلص قيمته موجب طيب فهسا شو منعمل بهي الحالة شو منعمل بهي الحالة جذر وفي عندي ثلاث عناصر مضروفين ببعض بوزع جذر التربيع إلى 12 جذر التربيع إلى الـ X تكعيب الجذر التربيع إلى الـ Y تربيع طيب وإن في واحدة من هدول بالنسبة إلي بعرف قاعدة إلها هاي خليها للآخر لأنه هاي تعتبر إيش بجيبتي طيب شو ضل عندي ضل عندي إلى 12 والجذر التربيع إلى الـ X تكعيب نبدأ بجذر إلى 12 نحسبها على جانب ونشوف كيف ننبسطها الجذر التربيع إلى 12 في جذر تربيع إلى 12 مافي أنا دايما هيك بتطلع على الأعداد في جذر تربيع إلى هذا العدد مافي فشو بدي أعمل بدي أحلل ولا حاصل ضرب عددين واحد منهم الجذر التربيع إلى 12 في عندي 6×2 و4×3 و12 بواحد أنا وواحدة منهم إلى 4×3 4×3 إلى 12 6×2 4×3 و12×1 أنا وواحدة منهم بدي أختار بدي أختار اللي بتناسب الجذر التربيع اللي موجود معي 6×2 إلهم جذر التربيع لا أكس عليهم 12 بواحد إلهم جذر التربيعية برضو لا أكس عليهم مين ضل عندي الأربعة والثلاث الأربعة إلها جذر تربيعي خدها فحط محل 12 أربعة ضرب ثلاث وتساوي ضرب جذر تربيعي وزع فبتصير جذر الأربعة في جذر الثلاث ثلاث إلها جذر لا خليها نزلها الأربعة إلها جذر تربيعي إلها كم؟ شو العدد بضرب الحال وبيعطيني أربعة اتنين طب بتصير اتنين جذر الثلاث هيك بتكون بأبسط صورة بالنسبة لجذر الثلاث شكرا 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 طيب طبعا أنا مع مين عم بحكي؟ طبعا حابس نفسي طول الوقت وأنا عم بشرح بهي بشهبر وأبصر صراحة كان يصوروا ستوري عشان هيك نطلع النفس لأنه خلاص بكفي يعني خنقف طيب اللهم صلى على المبي اتنين جذر الثلاث هاي مين؟ هاي جذر الثلاث فبحط عندها اتنين جذر الثلاث خلصنا من مين؟ خلصنا من جذر الثلاث نمسح هذا الحكي ونشوف الاكس تكعيب الجذر التربيعي للأكس تكعيب أول إشي الأس تكعيب والجذر التربيعي بل هم مش دخل ببعض فبدي أغير شكل الاكس تكعيب زي ما غيرت شكل الاثناش بدي أغير شكل الاكس تكعيب وأحللها لحاصل ضرب عنصرين ثلاث حسب ما أنا محتاج اكس تكعيب بدي أحللها بناءً على إنه القصص يكون مجموعة إيش ثلاثة وبنفس الوقت يكون في عندي اكس تربيع بالموضوع فشو بعمل؟ بحكيته ساوي اكس تكعيب اللي هي اكس تربيع شو ضل من التكعيب حطيت تربيع شو ضل ضل أس واحد في الاكس اللي هي اكس أس واحد هسا بتوزع الجذر بتصير الجذر التربيع إلى الاكس تربيع بالجذر التربيع إلى الاكس هاي حكينا جذر الزوجي مع نفس القص الزوجي بروحه بعض وبصير محله قيمة مطلقة هاي ما إلها أبسط من هيك ما في إلها قاعدة أس واحد أس ودليل الجذر هو تربيع فخلص فهاي محلها شباح طبعا بيناتهم كلهم ضرب زي هيك أنا مرات بكتب الضرب على شكل مقطة اللي هي دوت فبتصير قيمة المطلقة للأكس في جذر الاكس ضل عندي آخر واحد الليل قيمة المطلقة للواي كيف عرفت؟ راح الجذر مع الأس ولأنه زوجي حطيت قيمة مطلقة وهيك أنا بكون كتبتها بأبسط صورة طولت فيها شوي بس الصراحة لازم بأول مثال بدي أشرح فيه هاي الأمور لازم أطولي شوي عشان أوصل لك الفكرة حبة حبة لازم يكون فيه تفصيل نشوف هسا كمان فكرة اللي هو السؤال اللي أمامي وين القلم؟ وين القلم؟ القلم هو لك ايه؟ نشوف عنديهم الجذر السادس للأربعة وستين فيه الاكس قصة اثنين ناقص ثلاث قصة ستة للكل للكل مين من قصدي؟ اللي هم الاكستر بيع مواقص ثلاث هدول كلهم قص هم ستة الاربعة وستين ما عليهاش قص اربعة وستين وبس شو العناصر اللي مضروبة ببعض؟ الاربعة وستين مضروبة بالقوس اللي هو قص ستة فبقدر اوزع الجذر على الاربعة وستين وعلى القوس مع اللي أستغعه فبتصير هاي بدي أكتبها هون شو بدها تصير الجذر السادس للاربعة وستين فيه الجذر السادس اكس تربية ناقص ثلاث قص ستة حلو حلو الكلام منغير اللون عشان يصير فيه عندي هيك تغيره كونه الآن الجذر السادس على القوس هاي سهلة الجذر السادس مع الأس بروحه بعض شو بضل معي؟ ولأنه أس زوجي بضل معي القيمة المطلقة للإكس بتربية ناقص ثلاث طبعا فيش داعي للأقواس فأنا شو بعمل؟ بعمل زيه ايه؟ كيف؟ يا سلامة للإكس تربيع ناقص ثلاث زيه ايه شو ضل عندي؟ ضل عندي الجذر السادس الاربعة وستين أحسن هاي كيف بدي أحد منها؟ الصراحة عينيو زيه اتناعش مش زيه اتناعش مش زيه اتناعش اللي أخذتها قبل شوي اتناعش بقدرت اني اعرف حصل ضرب عددين في بعض بطلع ايش؟ منهم جذر تربيع بس هالجذر السادس هالجذر السادس شو يعني؟ يعني أعطيني ست أعداد إخوان بيشبهوا بعض أو بيساووا بعض حاصل ضربهم 64 ايش يا كمبيوتر؟ كيف بدك تجيبها؟ بدك تستخدم التحليل شو بدك تستخدم التحليل؟ عندك طريقتين للتحليل بخصوص الأعداد إما طريقة الشجرة أو طريقة القسم المتكررة أنا بفضل شو بتتوقع؟ شجرة؟ الصراحة أنا بفضل قسم المتكررة بس المرة هاي راح أشرح بالقسم المتكررة اللي هي شكلها زي هيك واللي كلها بنحبها كلها بنحبها الـ 64 بمسكها فبصير أسأل حالي الـ 64 عمين بدي أقسمها؟ 2 ولا 3 ولا 5 ولا 7 ولا 11 أستاذ ليش هدول الأعداد اللي عم تسأل عنهم؟ وبدك تقسم عليهم دايماً هدول بنسميهم أعداد أولية فلازم إيش؟ نقسم دايماً على هدول الأعداد الأعداد الأولية طب كيف بدي أعرف أني لازم أقسم على 2؟ لازم يكون الأحد زوجي طب متى بقسم على الثلاث؟ لما يكون مجموع المنازل من مضاعفات الثلاث يعني إجمع ستة ماء أربعة عشرة العشرة بجدول ضرب الثلاث؟ لا فما بتقسم على الثلاثة؟ متى بقسم على خمسة؟ لما يكون الأحد صفر أو خمسة؟ متى بقسم على سبعة؟ إذا كان بجدول ضرب السبعة؟ 11 فيه إلها ميزة الأعداد أول إشي فيه عندك المية وواحد وعشرين بتقسم على 11 خليها ببالك هاي أول شغلة تاني شغلة أي عدد مكون من منزلتين متكررتين برضو بقسم على 11 يعني زي 22 33 44 55 وهكذا أول مرة ححللها باستخدام القسم المتكررة بعدين ححللها بالشجرة عشان يا يونك يا حبيبي الـ 64 أحدها زوجي تقسم على 2 64 تقسيم 2 32 أحدها زوجي تقسم على 2 32 تقسيم 2 16 أحدها زوجي تقسم على 2 بتساوي 80 تقسم على 2 4 على 2 2 على 2 واحد واحد لك لما نوصل للواحد هون هاي منوقف منوقف فهون أنا باكتشف إيش باكتشف إنه الـ 64 هي عبارة عن حاصل ضرب 1 2 3 4 5 6 2 يعني محل الـ 64 بحط الجذر السادس 6 2 مضروبين ببعض شو يعني يعني 2 و 6 فبدال الـ 64 بحط 2 و 6 بهي الحالة شو بصير الجذر السادس مع الأس بروحوا بعض بتصفي عندك الـ 2 والـ 2 موجبة في داعي أحط لها قيمة مطلقة ما القيمة المطلقة للـ 2 كم 2 لأنها موجبة ولو كان سالبة 2 طبعاً مستحيل يكون سالبة 2 هات جذر زوجي وأبتفضحه وناش فه فبتصير عندي 2 في القيمة المطلقة للـ X تربية ناقص 3 مستاذ هاي الطريقة اللي هي طريقة القسمة المتكررة كيف بنحللها لـ 64 هيك عجنب خلصت احنا السؤال هاي هون هيك بابسط صورة بطلع بس كيف بحلل باستخدام طريقة الشجرة بعمل هدول السهمين وباسأل حالي أي عددين أي عددين مش شرط أعداد أولية أي عددين حاصل ضربهم 64 شو هم؟ خطر لك 8 بـ 8 روعة 8 هسه حللها حاصل ضرب عددين بعطوني 8 أربعة بـ 2 هسه الـ 2 أولي بتقدرش تحللوا أكتر من هيك أعطيني حاصل ضرب عددين بسوي 2 غير الـ 2 ضربوا 1 لأنه ما رح تعمل لك إشي هاي الأربعة 2 ضرب 2 وقفنا ونخلصنا من هاي الجهة بنعمل نفس الحركة هون هاي في عندك أربعة بـ 2 هاي هون 2 بـ 2 بس خلصت تحليل اكتشفت أنه في عندي 2 واحد 2 3 4 5 6 هدول الأعداد اللي انتهت عندهم عملية التحليل هم 6 2 يعني معناهم أنه حاصل ضرب 6 2 يعني حاصل ضرب 6 2 يعني 2 أو 6 فنفس المبدأ فأنت يا بتمشي على هاي الطريقة يا أما بتمشي على هاي الطريقة As you like نشوف آخر فرع اللي هو C الجذر السابع للـ 98 في R os 8 Q os 9 طيب فنحن يا أبو الحبايب أول شغلة بنعملها بنفتح الجلال كلهم اللي تحت الجذر مضروب ينف بعض فبقدر إني أوزع الجذر فبصير عندي التالي الجذر السابع للـ 98 فيه الجذر السابع للـ R os 8 فيه الجذر السابع للـ Q os 9 حلو أنت بمين حابب نبلش بالبداية؟ الصراحة أنا هاي حابب أخليها للآخر عداد يعني شغلة بالجيبة بدي أبلش بهدول نبدأ بالجذر التربيعي الجذر السابع للـ R os 8 نسويها على جنب أي الجذر السابع للـ R os 8 الـ Os مختلف عن دليل الجذر شو بعمل؟ بحلله بحيث إني أشوف دليل الجذر تحت تحت الجذر نفسه فبتصير هاي كيف شكلها؟ الجذر السابع R os 8 خد منها R os 7 هايها شو ضل؟ R os 1 لأنه 7 زائد 1 8 القصص في الضرب تجمع فأنا عم بعمل العكس هسا بوزع الجذر السابع لـ R os 7 في الجذر السابع لـ R اللي هي R os 1 شو بصير عندي هون؟ الجذر السابع مع الـ Os بروحه بعض شو بتصفي الـ R R os 1 وإلها جذر سابع فيها إشي بقدر أعمله؟ لا هاي أبسط إشي خلص الجذر السابع للـ R فهاي قيمتها فأبسط صورة بالنسبة لهذا العنصر أو هذا الجزء فهدبط لعندي R في الجذر السابع لـ R os 1 طيب هسا نروح للجذر السابع لـ Q os 9 بمسكها بحطها هون الجذر السابع لـ Q os 9 وليش هيك الجذر عندي طويل؟ طالع له طمشيطة مرتبة شو بعمل بهاي الحالة؟ os 9 جذر السابع بدي أسعبك بشغله لما يكون الـ os تحت الجذر الـ os نفسه أكبر من دليل الجذر اعرف أنه أنت لازم تحلل طب كيف بتحلل؟ بتعمل زي هيك بتحط الجذر بتمطه شوي لأنك بدك تحط غراب تحته إشي طبيعي Q os 9 خد منها سبعة Q os 7 قدي ضلت تسعة ضلت تنين Q os 2 هسا بتوزع الجذر السابع Q os 7 في الجذر السابع Q os 2 هاي مع هاي راحة أسفر دي فيش داعي للقيم المطلقة Q في الجذر السابع لـ Q os 2 إذن هاي أبسط صورة بالنسبة للجذر السابع لـ Q os 9 ف بتصير عندك ضرب Q في الجذر السابع لـ Q os 2 لـ Q os 2 حلو ضل عنا مين؟ ضل عنا التمانية وتسعين شو بعمل؟ شو بعمل؟ شو بعمل يا أبو الحبايب؟ شو بتحبه شجرة ولا متكررة؟ شجرة ولا متكررة؟ شجرة ولا متكررة؟ يلا متكررة التمانية وتسعين بقسمها 2، 3، 5، 7، 11 طبعا فيه 13 وفيه 19 وفيه 17 هذول كلهم بقدر أقسم عليهم أعداد أولية تعتذر بس هذول مشهورات أكثر إشي بقسم عليهم التمانية وتسعين شمال أحدها؟ أحدها زوجي يعني بتقسم على اتنين 98 ليرا بدي أو أذعهم على شخصي قول التسعين ليرا هي 45 ليرا لكل واحد ضلت 8 ليرا 4 ليرات بـ 4 ليرات 45 ليرات ما 4 ليرات 49 دينا طيب التسع واربعين عاشو بتقسم منها تقول على تقول على السبعة 49 على سبعة السبعة شو ما بتقسم إلا على حالها؟ 1 لما أصل للواحد يعني stop يعني إيش stop فبالنهاية طلعت 98 هي عبارة عن 2 ضرب 7 ضرب 7 طب لو أجيت مسكتهم وحطيتهم تحت الجذر السابع بشو بفيدوني حتيجي تقول لي 7 ما إلها دخل ما إلها دخل جذر سابع يعني أنا لازم أشوف 7 عوامل أو 7 أعداد إلهم نفس القيمة يعني 7 اتنينات مثلا مضربين ببعض فبحكي 2 قص 7 فبتروح مع الجذر سي هيك أما العدد نفسه 7 ما بهم يعني هاي 7 قص 2 طيب وحطيت عليهم الجذر السابع يا سيدي ها وزعت الجذر السابع لتنين في الجذر السابع للسبعة تربية شو استفدت في قصص راحت مع الجذور ما فيه فهون بهي الحالة شو بصير عندي بهي الحالة يا أبو الحبايب 98 هي أصلا بأبسط صورة فبنزلها زي ما هي الجذر السابع للـ 98 خلص خلص إذن هون طلع عندي الناتج بأبسط صورة جذر السابع للـ 98 فيه R في الجذر السابع للـ R في Q في الجذر السابع للـ Q تربية بقدر أعمل شغلة بقدر أعمل شغلة الجذر السابع للـ 98 بحطهم الـ R هاي اللي بره الجذر خليها جنبها ها هاي فيه R كمان في عندك Q بره الجذر هيا Q شو فيه كمان عندك ضل عندك الجذر السابع للـ R في الجذر السابع للـ Q تربية بس هدول موزع عليهم الجذر بقدر أرجعوا أضموا لهم آه بقدر بقدر أحكي الجذر السابع لـ R Q تربية طب بقدر أخدوا مع هاد أرجع أضمهم جذر واحد آه بتصير R Q في الجذر السابع لمين؟ للـ 98 في الـ R في الـ Q تربية هيك صارت بأبسط صورة هيك صارت بإيش بأبسط صورة طيب فيه انتها حتحكي لي طب أستاذ انت ليش اللي عملت هذا لحكي ليش ما وقفت هون وخلاص والله لو سؤال حل أنا ما عندي مشكلة وقف لهون وأمورك مية مية وفل الفل بس لو كان سؤال مثلا ضع دائرة وحسيت أنه هذا الشكل اللي أنت طلع معك مش موجود بالدوائر شو بدك تسوي بدك تكمل وتشوف ممكن يطلع معك شكل ثاني زي هيك فبنا نشغل الطاصة طيب نشوف كمان فكرة اللي هي خاصية القسمة نفس مبدأ الضرب بتقدر توزع الجذر على القسمة مثل ما بتقدر توزعه على الضرب عادي طبعا بشرط الجذر الزوجي شو لازم يكون بعد التوزيع ما تحته يكون دائما موجب أو صفر طبعا ممنوع برضو كمان يكون في عندي صفر بالمقام بتصير عندي قيمة غير معرفة بالنسبة إلي أنا بحكي لك يعني لا تعجق حالك كثير بهاي الأمور بالوقت الحالي كصف تاسع انت هلأ خلي تركيزك كيف بدك توزع الجذر سواء عن الضرب أو على القسمة طيب في عندي كمان فكرة اللي هي انطاق المقام مثلا عندي زي هون سبعة على الجذر التكعيبي لخمسة هي بدي أكتبها هون سبعة على الجذر التكعيبي للخمسة انت هتصير تقول لي أستاذ أنا مدايقني الجذر اللي تحت المقام أنا بديش أشوف جذر بالمقام هيك هتصير تحكي لك كيلك على عين ورأسي خدها الطريقة بتضربهم بكسر هذا الكسر فيه له بسط وفيه له مقام فبشو رح يكون بالبسط وشو رح يكون بالمقام نظرك وين على اللي مدايقك اللي هو جذر التكعيبي للخمسة طب بإيش بدك تضربه بتحط الجذر التكعيبي للخمسة ضل عندي شغلة بس خليها بالمخ هون جذر تكعيبي وهذا القس واحد اطرحهم من بعض ثلاثة نقص واحد اتنين بطرهم وحطها نفسها بالبسط هلأ شو بصير بصير انه لما تضرب هذا الجذر بالمقدار او القيمة اللي انت حطيتها بنتج عندك ما يلي اللي بصير انه كل اللي تحت الجذر بروح بروح بطلع برا يعني هون الخمسة بتنحط بتروح الجذور خلاص بتروح بعض وبصفي عندك سبعة في الجذر التكعيبي للخمسة قصة اتنين اللي هو طب استاذ انا شو استفدت اخلصت من المقاب اللي تحت اخلصت من الجذر اللي بالمقاب صايم يعني دعونا يا ربيك الله يتكبر يا ربي يا ربي فهاي هي فكرة انطاق المقاب بس انا اللي بدي اركز عليها هسا اللي هي توزيع الجذر على القسم فعندي هون طبعا ممكن يكون توزيع جذر للكسر كامل يتوزع ممكن يكون العكس الجذر موزع وجهز انت بدت ترجع تخليه جذر واحد فنشوف مثلا اكتب كل مما يأتي في ابسط صورة ابسط صورة يعني اذا بتقدر توزع وزع اذا في عندك اسس بتقدر تحذفها بالجذور احذفها اذا في عندك اعداد بتقدر تحللها حللها طيب علما بان جميع المتغيرات اعداد حقيقية موجبة ونحكيله يعطيك الف عافية شكرا جزيلا على المعلومة القيمة عندي جذر التربيع للخمسة اكس تربيع على جذرة 18 طيب في عندك خمسة اكس تربيع بوزع اليوم الجذرة انا ياك حابب سيدي ها اي جذر التربيع للخمسة في جذر التربيع لل اكس تربيع على بدي اغير اللون الجذر التربيع لل 18 في ما في فبتخليها عن البارع انحصل ضرب عددين واحد منهم له جذر تربيع اللي هو 9 ضرب 2 فالجذر التربيعي للتسعة ضربة 2 فبعديها شو بدك توزع نعمل زي جذر التربيعي للتسعة فالجذر التربيعي للتنين بعد ما عملت كل هالحركات أنا شو استفدت استفدت كتير شغلات أول شغلة الجذر التربيعي للإكس تربيع شو صارت الجذر روح القص ولأنه زوجي القيمة المطلقة هاي أول شغلة شغلة جذر التربيعي للخمسة الصراحة ما فيه أبسط إشيات بخلي شو كمان فيه كمان عندك الجذر التربيعي للتسعة تلات الجذر التربيعي للتنين أبسط صورة فبعضت الجذر التربيعي للتنين تصف عندي بالآخر جذر الخمسة فيه قيمة المطلقة لإكس على تلاتة جذر اتنين بس هون الموضوع برجع لك بدك تتخلص على سبيل المثال من الجذر التربيعي للتنين على طول شو بتحكي ضرب جذر التربيعي للتنين في جذر التربيعي للتنين هذا ما نسميه إمطاق المقام بدك تتخلص من الجذر موجود بالمقام لما تضربهم ببعض شو اللي يصير عندي جذر الخمسة بجذر اتنين بالقيمة المطلقة لإكس على تلاتة جذر الاتنين لما ضربتها بجذر الاتنين شو صار؟ روحوا الجذر ضل اتنين فبتصير على تلاتة في اتنين يعني جذر الخمسة بجذر اتنين لو بدي أرجعهم تحت جذر واحد بصيروا جذر العشرة أستاذ كيف؟ كيف صاروا جذر العشرة؟ يقدك تصير تسألني؟ لا يا سيدي ها هاي جذر خمسة ضربة اتنين سحر 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 رسمي ثلاثة ضربتنين شو صارت؟ ستة ففيك تعتبر انه هاي هي أبساط صورة بتقدر تشوفها صار عندك جذر واحد مش جذرين زي ما كان عندي هون لاني استخدمت انطاق المقام وتخلصت من الجذر اللي تحت وطلع عندي جذر فوق مش مشكلة هلا بدي أرجع أرجعك موضوع انطاق المقام عندك إكس بلاش إكس عندك على سبيل المثال الجذر التربيعي للخمسة شو بدك تضربه عشان يروح الجذر؟ تضربه بجذر زي هتسألني ليش بتساوي خمسة هقول لك ليش حكينا القسس في الضرب تجمع صح طب شو علاقته بالجذور؟ الجذر بقدر أكتبه على صورة قس ليهود القس الداخل على القس الخارج فبتصير خمسة قس نس برب وهي نفس المبدأ قس واحد على اثنين داخل على القارج خمسة قس نس فهدول القسين بس ينجمعوا نس زائد نس واحد خمسة قس واحد عشان يتراحل جذر هذا هو السبب الحقيقي للي خلا يروح الجذر هذا بالنسبة لما يكون عندك جذر تربيعي طب لو كان جذر تكعيبي وين الله بتروح؟ لو كان الجذر وين القلام؟ القلام؟ القلام جذر التكعيبي للخمسة ليش أنا قلت أضربه؟ مش زي الجذر التكعيبي للخمسة مش زي الجذر التربيعي أضربه بحاله وأسكت خلص ليش في قاعدة عامل؟ القاعدة العامل بتحكيلي أضرب دايما بالجذر نفسه وحط ما تحت الجذر بس هالمرة ثلاثة ناقص واحد اثنين هيك بتصير خمسة طب ليش؟ شوف ليش هاي خمسة قس واحد عثلات ضرب خمسة قس اثنين عثلات القسس في الضرب شو بصير فيها؟ تجمع طب تصير خمسة قس ثلاث عثلات يعني خمسة قس واحد اللي هي خمسة هذا هو السبب اللي يخليك دايما تطرح طب أستاذ ليش ما عملت هي الحركة بالجذر التربيعي؟ وين المحاي هالصباح كيلك؟ ليش؟ الجذر التربيعي للسبعة يا سيدي ليش ضربتها بالجذر التربيعي للسبعة؟ شوف بالأصل شو فيه هون؟ اثنين وهي زيها طبعا طيب هاي قس ايش؟ قس واحد حكينا بضرب بنفس الجذر والقس شو ماله؟ الدليل ناقص القس ناقص واحد واحد عشان هيك طلعت بالصدفة برد نفسها هذا هو السبب بالنهاية تطلع سبعة طيب فرع بي لا اليوم رواك اليوم انا بالعمدن قعد بفصل كل شيء بدي احاول اعطيك كل اللي عندي صراحة فا لو كنت عم تحضر للحصة هاي اليوم وكان بكرا عليك انتحان رجاء خلي هالحصة جم 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 جمبك انت حطها عليه جنب سيبها عشان ترجع لها بعدين وهيك تحضرها برواق ومن دون ما تفكر بمواضيع الامتحان والعلمات والسوليث الضرمهن فهسا بنا نشوف هذا السؤال بي جذر التربيعي الى 12 اكسوس 4 على واي اصتلات حكينا الجذر شو بصير فيه بالقسمة يوزع فبصير الجذر التربيعي الى 12 اكسوس 4 على الجذر التربيعي الى واي اصتلات طيب نبدأ بالباست يوزع نعم يوزع الجذر التربيعي الى 12 بالجذر التربيعي الى اكسوس 4 على الجذر التربيعي الى واي اصتلات هسا بصير فيه عندي تحليل لانه كل الجذور اللي امامي فيش الها قيمة مباشرة بقدر استخدمها فلازم احلل اول اشي هاد بعدين هاد بعدين هاد نبدأ بال12 الجذر التربيعي الى 12 اللي هي الجذر التربيعي الى الاربعة بتلات الجذر التربيعي الى الاربعة في جذر التربيعي للتلات جذر التربيعي الى الاربعة اتنين جذر التلات فمحل 12 بحط إيش جذر الثلاث إن شوف X4 X4 الجذر التربيعي للX4 شو بتساوي بقدر أحللها آه كيف بحط الجذر بفرده شوي X4 هذا جذر تربيعي يعني دليله 2 بس نحن ما بنكتبها فأس أخد منها نفس الدليل شو ضل معك ضل معك كمان X2 بوزع الجذر X تربيع في X تربيع حكينا جذر التربيعي بيروح الأس إذا كانوا زي بعض ولأنه زوجي قيمة مطلقة قيمة مطلقة للX في قيمة مطلقة للX اللي هي القيمة المطلقة للX تربيع ولما بكون عندي أس زوجي مع القيمة المطلقة القيمة المطلقة ما لهاش داعي فبتصير X تربيع فهون شو بحط محلها بحط X تربيع شو ضل عندي ضل عندي Y أستلات ومنمسح هدول ومنشوف Y أستلات وهي المصع الجذر التربيعي للY تكعيد نفس المبدأ افتح الجذر افرده Y تكعيب هون إيش حكينا الجذر تربيعي الY تكعيب خد منها Y تربيع شو ضل Y أس واحد وزع الجذر التربيعي الجذر التربيعي مع التربيعي شو بعملوا بروحه بعضه لأنه الزوجي بحط قيمة مطلقة جذر التربيعي للY أس واحد هاي أبسط صورة فبنزلها زي ما هي فهون شو بحط نغير اللون للأحمر عشان يكون نفس السيستم القيمة المطلقة للY في الجذر التربيعي للY أس واحد فستصف عندي الشكل أو الكسر اثنين جذر الثلاث X تربيع في القيمة المطلقة للY بجذر الY أستاذ أستاذ مدقيقني الجذر اللي تحت على عينيه راسي أضربه أعمل أنطاق مقام أضربه بنفس الجذر وهون نفس الإشي لازم دايما البسط والمقام يكونوا زي بعض لما بدك إيش تعمل أنطاق مقامي لما بدك تتخلص من الجذر الموجود بالمقام عشان ما يتغير إشي على المسألة أنت لما تضرب كسر بسطه مقامه زي بعض كأنك ضربت المسألة بواحد لأنه أي إشي على نفسه قيمته بواحد فأنت هيك ما غيرت بالمسألة ضربتها بواحد ضلت زي ما هي بس شكلها تغير طيب فالجذر هاد مع الجذر هاد شو بصيره طبعا نحط مطلق Y وهون صرفه عندي Y لأنه راح الجذر معه فوق 2 جذر الثلاث X تربيع جذر الY هادول بقدر أرجع أرتبهم كمان شوي أكي أنا تحت مطلق Y في الY هون اتنين في جذر جذر التربيعي للثلاث وجذر التربيعي للY بقدر أوحدهم بتصير الثلاثة Y تحت الجذر التربيعي في الX تربيعي فهيك بتكون بأبسط بيكتشر أبسط صورة ومنعمل مساحة ومنشوف السؤال اللي بعده سؤال C بحكيلي الجذر الخامس لل7 على 16 X تكعيد وزع بس أعطيني جلام أيوا أي الجذر الخامس بتوزع البسط والمقام بتوزع القسمة الجذر بتوزع فالجذر الخامس لل7 على الجذر الخامس لل16 X تكعيد طب شو بقدر أعمل كمان هاي أبسط إشي السبعة بتتحلى ليش عدد أولي جذر خامس لل7 مافي يعني يعطيني تحليل لل7 بنتج منه خمس أعداد اللي هم نفس القيمة متساويات وحصل ضربهم 7 مافي فهاي أبسط صورة خلصنا منها هلأ في عندي تحت بالمقام بقدر أوزع على 16 وبقدر أوزع على X تكعيد بنوزع فمنوزع على جنب ومنحط الناتج هون هبا تصير الجذر الخامس لل16 في الجذر الخامس للX تكعيد بس يا أبو الحبايب الجذر الخامس للX تكعيد هاي برضو أبسط إشي حكينا لما يكون القص أكبر من دليل الجذر وقتها بتحلل بس هون فيش داعة تحلل هون خلص الX تكعيد يعني كيف بدك تحللها بحيث أنه يكون في عندك قص خمسة مش منطق ما بزبط الجذر الخامس لل16 شو تحليل ال16 لما يجيت لك تحلل ال16 زي هيك هون 16 على 2,8 على 2,4 على 2,2 على 2,1 خلصت هاي ايش 2 أس 4 2 أس 4 في الجذر الخامس لتنين أس 4 في الجذر الخامس للX تكعيد فهاي الجذر الخامس لتنين أس 4 عليه ال16 في الجذر الخامس للX تكعيد إذن التوزيع هون شو عمل ما أعمل إشي ما فادني ولا فادني ببريزة ما أزبط مع التوزيع شو بعمل بعمل زي هيك بمسح بمسح وبشوف التالي مش وزعنا على البصل والمقام وزعنا الجذر الخامس لل7 على الجذر الخامس لل16 X تكعيد هاي الحالة بدك تعمل أنطاق مقام ضرب حط الجذر الخامس شو فيه تحت الجذر فيه عندك 16 X تكعيد لما يكون عندي غير الجذر التربيعي لازم تاخد بالقاعدة تحكي ما تحت الجذر هلأ قصه بده يتغير هون شو القص لإلهم كلهم للي تحت الجذر لكل إشي تحت الجذر أنت لما تطلع على اللي تحت الجذر تطلع على كل إشي مع بعض وكأنهم إيش يعني قطعة واحدة مقدار واحد فهدول كلهم قصهم واحد خمسة ناقص واحد تحطهم تربيعي وهاي ضرب الجذر الخامس لل 16 X تكعيد لكل تربيعي شو استفدت من هي العملية؟ استفدت حاصل ضربهم في بعض روح لي الجذر من المقام فصار عندي فصار عندي الجذر الخامس للسبعة في الجذر الخامس لل 16 X تكعيد لكل قصة 2 على 16 X تكعيد نطاق المقام بروح الجذر وبخلي ما تحت الجذر زي ما هو لحارف طيب بعد ما عملت هيك صار في عندي جذر خامس وفي عندي جذر خامس بقدر اني أوزع الاثنين شوف شو صار بعد ما وزعت الاثنين القص هذا اللي طلع لي من وين ما بعرض اللي طلع لي بسبب انطاق المقام بعد ما وزعت صار عندي الجذر الخامس للسبعة في الجذر الخامس لا 16 تربيع خليها زي ما هي 16 تربيع منحللها أو منوجب ناتجها بعدها X تكعيد قص 2 القص استضرب لما يكونوا فوق بعض فبتصير X قص 6 لاحظ طلع عندي قص أكبر هسا من الدليل فحستفيد منه كلهم على 16 X تكعيد طيب أمعلم 16 تربيع خلينا نربعها نشوف بالله شو بطلع قيمتها لي 16 ب16 أنا في بالي شغل الصراحة بس بدي أعجلها شوي سيبنا من 16 خلينا بنو خلينا بالتوزيع بدنا نوزع الجذر الخامس على 16 تربيعه على X أو 6 فبتصير الجذر الخامس لل7 الجذر الخامس لل16 تربيع الجذر الخامس للX أو 6 على 16 X تكعيد هاي بأخدها على جنب الجذر الخامس لX أو 6 بقدر أبسطها بقدر الجذر الخامس لX أو 5 في الأكس الجذر الخامس لX أو 5 في الجذر الخامس لX هاي روحت هاي صفت X الجذر الخامس لX طيب أمسك أبعط معلها X في الجذر الخامس لX طيب بعد ما عملت هيك صفه عندي الجذر الخامس لل7 في 16 تربيع في X طيب أستاذ كيف عملت هيك الجذر الخامس لل7 الجذر الخامس لل16 تربيع وفي عندي هون الجذر الخامس للX هادول كلهم خليتهم تحت جذر واحد وحت الجذر عادي بقدر أعمله هلا شو ضل عندي برا اللي هي الX على 16 X تكعيب في عندي اختصارات ممكن تصير آه في عندك هون X1 مع X3 بتصير اثنين فبصير عندي بالنهاية الجذر الخامس لل7 ضرب 16 تربيع ضرب X على 16 X تربيع لاحظ في عندي هون 16 في عندي هون 16 بس بقدرش اختصار بيناتهم اشي لأنه في عندي جذر بحكم 16 وما اسكر فانا اللي بدي اياه منك تشوف موضوع الاعداد اضرب 16 بحالها اضربها ب7 وخليها تحت الجذر الخامس يعني الحل النهائي خليه تحت الجذر الخامس وبعد ما تحلله شوف شو بطلع معك اجابة وبعتلي اياها خلينا نشوف الاجابة بابسط صورة شو بدها تكون لأنه الصراحة خلص يعني بكفي لهون وصلت الفكرة من ناحية التبسيط اكتر من هيك يعتبر ضرب اعداد مش اكتر فانا اللي بدي اياه منك الجذر الخامس لل7 ضرب 16 تربيع اللي هي 16 ب16 تضربهم ببعض تضربهم ببعض او اذا بدك اتحللهم قبل ما تضربهم يعني هاي سبعة ضرب 16 وهي اربعة اتنات اتنين تلاتة اربعة الستعشر هاي برضو اربعة اتنات واحد اتنين تلاتة اربعة اقول لك بدي ابسطها عليك كمان هاي الجذر الخامس لل7 ضرب اتنين قس اربعة اللي هي 16 ضرب اتنين قس اربعة اللي هي 16 الثاني فبتصير الجذر الخامس للسبعة ضرب 2 أس 8 هاي شو بتقدر تسوي فيها مش بتقدر تخليها 2 أس 5 في 2 أس 3 من هون بدي إياك تبلش وتكمل التبسيط طيب نشوف كمان فكرة اللي هي العمليات على المقادير الجذرية يعني مثلا عندي هون في جذر التكعيب للواحد وثمانين زائد الجذر التكعيب للتلاتين وخمس وسبعين كيف بدي أجمعهم هون شو لازم أعمل عليهم لازم أبسطهم بعدين أجمعهم بس عشان أقدر أجمعوا أطرح خصوصا بالجمع والطرح لازم يكون في عندي تشابه بين الجذور يعني في عندك هون الجذر التكعيب إلى 2 س مع الجذر التربيعي إلى 2 س هدول غير متشابهين ليش؟ لأنه دليل الجذر مختلف دليل الجذر شماله مختلف مش متساوي هون الجذر التكعيبي موجود هون في عندي برضو جذر تكعيبي إذن اللي بهمني مين دليل الجذر وبحكي إنهم جذرين متشابهين إذن عشان أقدر أجمع أو أطرح لازم يكون الجذر نفسه مع الدليل يعني اللي بهمني أنا العدد اللي عندي الجذر عشان أقدر أجمع وأطرح فبدي أشوف بالسؤال اللي بعده بحكيلي الجذر التكعيبي للـ 81 زائد الجذر التكعيبي للـ 375 إنت عشان تريح راسك وتشوف التشابه وكيف تقدر تجمع هدول مع بعض لازم تبصت كل واحد لحال لازم إيش تبصت كل واحد لحال يعني جذر التكعيبي للـ 81 مع الجذر التكعيبي 375 ما بتقدر تجمعه لازم يكون نفس الدليل طب هاي موجودة ولازم يكون ما تحت الجذر برضو نفسه عشان تقدر تجمع مين المعاملات راح تحس كل كلامي طلاصا إلا لما أحل أول سؤال فنبدأ الـ 81 بدنا نحللها اللي هي 9 بتسعة والـ 9 اللي هي 3 بتلات والـ 9 هاي اللي هي 3 بتلات فإذن الـ 81 عبارة عن إيش عبارة عن 1 2 3 4 يعني 3 أس 4 عبارة عن 3 أس 4 فأنا بعمل مسح والـ 81 بحط محلها 3 أس 4 375 الصراحة صعب إني أحسبها بالشجرة لأنني ما بعرف حاصل ضرب عددين يساوي 375 فبستخدم القسم المتكررة 375 بتقسم على 5 لأنه أحدها 5 فبمسك قسمة طويلة 375 على 5 عدد بضرب 5 بعطيني 3 ما في بروح كمان منزلة عدد بضرب 5 بعطيني 37 أو أقل منها بشوي 7 5 35 بطرح 37 نقص 35 2 بنزل رقم 5 فبتصير إيش 5 بخمسة فبطلع عندي الجواب 75 بحطه هون 75 برضو بتقسم على مين على 5 1 بخمسة 5 بطرح 2 بنزل 5 15 بحطها على خمسة 3 على 3 واحد بس بمسك المحل فبكتشف إيش إنه 375 هي عبارة عنه 3 خمسات و 3 يعني بشيله بحط محلها 5 أستلات لأنه 3 خمسات ضرب 3 فبصير عندي شكل السؤال الجذر التكعيبي 3 أس 4 شو يعني؟ يعني 3 أس 3 في 3 ليش حللتها؟ دائما لما بكون القس أكبر من الدليل للجذر خد منه قد الدليل 3 أس 3 والباقي حطهم تحت الجذر كملهم زائد الجذر التكعيبي لخمسة أستلات في 3 هاي ببصتها على جنب وهاي ببصتها على جنب لما أوزع الجذر التكعيبي فتصير الجذر التكعيبي للتلات تكعيب في الجذر التكعيبي للتلات وهاي بوزع برضو ببصير الجذر التكعيبي للخمسة تكعيب والجذر التكعيبي للتلات فشو بصير عندي بهي الحالة بروحه بعض بتصفي ثلاثة الجذر التكعيبي للثلاث زائد برضو بروحه بعض خمسة الجذر التكعيبي للثلاث صار عندي جذور متشابهة إلهم نفس الدليل ونفس ما تحت الجذر برضو ما تحت الجذر متساوي بهي الحالة بقدر أجمع أجمع مين أجمع المعاملات اللي بر الجذور يعني ثلاثة زائد خمسة كم تمانية تمانية إيش بنزل واحد من الجذور وبحضره تمانية جذر التكعيبي للثلاث فإيك أنا بكون جماعتنا هون السؤال اللي بعده شوفي علي يا أبو الحباي عندك السؤال هذا جذر التربع للـ 160XY زائد جذر التربع للـ 40XY أول شغل لازم تبسط اللي بدك تجمعهم الجذور عشان تشوف شو بدهم يطلعوا بأبسط صورة وتشوف إذا متشابهين ولا لا فهي شو بدها تصير جذر التربع للـ 160 فيه الجذر التربع للـ XY طب أستاذ من هسة أوزع طب أستاذ شو رايك أصبر والله لا أرد عليك وأقول لك خلينا نصبر طب أستاذ شو أعمل قبل ما أوزع بتقدر تحل الجبل ما أوزع بتحل المين المية وستين طب تمسك المية وستين بتحللها 16 بعشرة العشرة خمسة باتنين هدول أوليات الـ 16 أربعة بأربعة الأربعة اللي هي 2 باتنين والأربعة هاي اللي هي 2 باتنين تكتشف عندك 1، 2، 3، 4، 5، 2، 2، 3، 4، 5، 2، 2، 5 ضرب 5 وحدة فمحل المية وستين شو بتحط بتشيل المية وستين بتحط محلها 2 قص خمسة برب خمسة برب اكس واي زائد الأربعين نحلل الأربعين أربع بعشرة الأربع اللي هي 2 باتنين العشرة اللي هي 2 بخمسة فصفه عندي بالآخر 2 قص ثلاث ضرب خمسة برضو بتشيل الأربعين بتحط محلها 2 قص ثلاث ضرب خمسة وبتحط اكس واي شو كمان بتقدر تعمل 2 قص خمسة قصها أكبر من الدليل للجذر حللها لشو بدك تحللها 2 تربية في 2 تربية في 2 قص واحد في خمسة خليها ضرب صغيرة بلاش تفكروها باسطة عشرية اكس واي زائد هاي هون نفس المبدأ 2 قص ثلاثة اللي هي 2 تربيع في 2 قص واحد في خمسة اكس واي آه هسا بقدر إني أوزع الجذر وأنا مرتاح وما بطمر فبصير جذر تربيع إلى 2 تربيع في جذر تربيع إلى 2 تربيع في الآن 2 و 5 في فائدة من إني أخذ لهم جذر تربيعي أو الـ X والـ Y إني أوزع لا هدول صاروا في عندي تشابه 2 ضرب 5 X واي هون نفس الإشي 2 ضرب 5 X واي خلص هدول دايما نخليهم مع بعض تحت جذر واحد بجذر تربيع إلى 2 بـ 5 عشرة X واي زائد هاي بس أوزع بتصير جذر تربيع إلى 2 تربيع في 10 X واي الدرس متعة بس بدك تكون حاط براسك تتعب شوي تشرب كاي تنبسط تجيب شغلات زاكية شبس شكولات هيك وتتسلى مش إنه تطلع الدرس إنه يلا أنا هسا بدي أخلص السؤال لا 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 تسلى 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 انبسط استمتع بحاول إذا هيك أريح لك الموضوع للطفلة هي فعندي جذر التربيع مع التربيع راحة جذر التربيع مع التربيع راحة صفت 2 ب 2 اللي هي 4 في جذر العشرة X واي زائد جذر التربيع مع التنين راحة في 2 10 X واي بهاي الحالة باكتشف إنه صار في عندي جذرين متشابهين فبقدر أجمع مراملات 4 زائد 2 6 وبنزل واحد منها الجذرين 6 في جذر التربيع للعشرة X واي طيب سواء كان في عندي ضرب أو قسم زيني موجود هنا شو ممكن إني أعمل على سبيل المثال الجذر التكعيبي للأربعة ضرب الجذر التكعيبي للثمانين جيت صفنة جذر التكعيبي للأربعة جذر التكعيبي للثمانين طب شو بفي دون هدول أو كيف بدي شو بدي أعمل دون هدولة؟ خليهم تحت جذر واحد أضرب الأربعة بالثمانينة وشوف شو بدي يصير ولا أحاول إني أطلع إجابة من اللي موجود أماني خلينا نشوف بدنا نعمل الطريقتين خليهم تحت جذر واحد على سبيل المثال أربعة في تمانين الجذر التكعيبي للأربعة الثمانين صفر نزلها أربعة تمانين نين وثلاثين صارت تلات مئة وعشرين بهاي الحالة شو بتعمل يا أبو الحبيب؟ تمسك التلات مئة وعشرين تحلل نين وثلاثين أبعشر خمسة اثنين تمانين أربعة أربعة اثنين 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 ستة ستة اثنينات وخمساية واحدة فبتصير الجذر التكعيبي للأثنين والستة ضرب خمسة واحدة اثنين والستة بقدر إني أحللها ليه اثنين والستلات في اثنين والستلات في خمسة لما يتوزع الجذر التكعيبي جذر التكعيبي للأثنين والستلات ضرب الجذر التكعيبي للأثنين والستلات ضرب الجذر التكعيبي للخمسة تكعيب مع جذر التكعيبي راح تكعيب مع جذر التكعيبي راح فصفه عندي 2 ضرب 2 4 الجذر التكعيبي للخمسة هاي في حال إيش وحطي جذر وضربتهم بعدين حللوا طب أستاذ أنا ما بدي أعمل هيك أنا بدي أعمل إشي تاني بس ركز شو طلع الجواب 4 جذر التكعيبي للخمسة بقول لك شو تقدر التامن هاي الجذر التكعيبي للأربعة في الجذر التكعيبي لتمانية في عشرة فكات التمانين لتمانية بعشرة التمانية إلا جذر التكعيبي الجذر التكعيبي للأربعة في الجذر التكعيبي للتمانية في الجذر التكعيبي للعشرة كم جدرها التكعيبي هاي اتنين في جدر تكعيبي للاربعة في جدر تكعيبي للعشرة هدول حطهم تحت جدر تكعيبي واحد تصير جدر تكعيبي للاربعة بارب عشرة واتنين برة يعني اتنين اربعة اللي هي اتنين باتنين والعشرة اللي هي اتنين بخمسة طب هدول مش اتنين استلات يعني قيمتهم تحت الجذر التكعيبي إيش؟ تطلع زي هي 2 جذر تكعيبي 2.3 5 جذر تكعيبي 2.3 بروحه بعض تطلع 2 برة وفيه 2 أصلا برة فبصفي عندي 4 جذر التكعيبي للخمسة آخر فكرة اللي هي جذر الخمسين على جذر التمانية تربيعي خليني أكتبهم على صورة بسط على مطار جذر الخمسين على جذر التمانية شو بتعمل بما أنه لكل موجب تقدر أنك تتوحد الجذر الجذر الخمسين على تمانية طب أستاذ أنا شو استفدت بس بقول لك طول بارك حلل الخمسين وحلل التمانية خمسين اللي هي 2 بـ 25 والـ 25 5 بـ 5 حلل التمانية 4 بـ 2 والـ 4 2 بـ 2 شوف تحليل الخمسين على جنب شو طلع وتحليل التمانية على جنب شو طلع يساوي خمسين شو تحليلها خمسة بـ 5 بـ 2 خمسة خمسة بـ 2 تحليل التمانية 2 بـ 2 بـ 2 2 بتلاحظ أنه في عندك بسط ومقام شو مالهم فيهم نفس العدد بروحوا بعض شو صفة عندي جذر الـ 25 اللي 5 بـ 5 على 4 طب مش بقدر أوزع الجذر هسا جذر الـ 25 على جذر الـ 4 جذر الـ 25 5 جذر الـ 4 2 5 على 2 يعني الجواب النهايي بطلع 2 ونص اه والله كيف هالطريقة اعملها دائما لما تشوف تسمي بترتاح 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 وهيك بقدر احكي لك انه خلص درسنا اليوم يعطيكم العدد الجميل